اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بس زي ما انت حكيت عندنا اخبار كتير يدويس لازم نبدأ بشوية اخبار عن الالستار ويكند والخبر الكبير انت مش صديق الديمقراطية اعلنت هداك اليوم انت اندرو ويكنز ستارتر اندرو ويكنز اساسي يعني شوف التسع لعيب التانين ما كان فيه اي مفاجأة صوتوا لهم الاعلام صوتوا لهم اللاعبة وطبعا الجمهور 50% من التصويت وطلعوا تسعى متوقعين يعني حتى لما انا وياك نقينا فرقنا الاسبوع الماضي انا حكيت لك انه تري يونغ رح يطلع بس انا شخصيا رح احض داريس قارلند عشان كليفلند وكذا بس من المتوقع كان انه تري يطلع وكل الباقي يطلعوا زي ما هم بعدين اندرو ويكنز اللي لا طلع على فريقي ولا طلع على فريقك طلع اساسي اه ما طلعت على فريقنا الكامل مش انه الستارتر بس يا زرامي مش معقول مش معقول والناس يعني شوف الناس صارت تتساءل ليش لهالدرجة عاملين ضجة شو المشكلة خلوه يطلع ليش زعنانين كلها أولستار جيم هي الشغلة مش انه في يعني كره لآدرو ويكنز مش انه زعنانين من آدرو ويكنز المسكين ما دخله وهي ما دخلها كمان بالمباراة هاي بالذات هي شغلة بالنسبة لإلي على القليلة انا بتطلع عليها كشغلة بعد ما يعتزل اللاعب وبعد ما ينهي مسيرته اللاجسي ستاف من اللاجسي اللاجسي هلأ هلأ يعني هلأ آدرو ويكنز عنده أولستار ستارتر ودبن بوكر ما عندوش وبتعرف وفكر فيها بطريقة تانية انت انسى انه آدرو ويكنز صار عنده آلستار باسمه طالع آلستار ستارتر باسمه راح تكون موجودة بالانجازات تبعته بس آدرو ويكنز اخذ محل لاعب بستحق يكون آلستار اكتر منه هاي هي الشغلة يعني اذا هلأ صفه واحد من لعيب الوست الفورورد في الوست مش طالع آلستار احكي افترض انه بول جورج ما كان مصاب وكان طلع اندرو ويكنز خنحكي او اشي هيك بصفي في لاعب مستاهل عم بيقدم موسم رائع ما عم بيطلع آلستار كمان عشر سنين خمس عشر سنة لما تصير كل هالنقاشات شو عمل هذا اللاعب شو عمل هذاك اللاعب تصير تقارن والله اللاعب الف كان عنده سبعة اللاعب كان عنده عشرة طيب هذا السبعة كان مفروض تمانية بلكن بس اندرو ويكنز طلع اساسي لانه الجمهور صوت له و لما يسألوا الناس بيستحق ما رح اناقش اذا بيستحق و لما بيستحق يطلع احتياطي انا برأيي لا حتى احتياطي ما بستاهل بس اساسي مية بالمية لا مية بالمية لا و عنديك رقمين رح اعطيك اياهم هلا يا دويس ده واحد انت بيعجبك و انت رح تكون لانه بيعجبك هذا الزلم انت رح تكون اكتر واحد حقاني ماشي اندرو ويكنز ارقامه هذا الموسم 18.3 نقاط بكل مباراة 4.3 اسيست ريباوند 2.1 اسيست 49% من الملعب 42% من برنقوت مش عاطلين بس مش ممتازين كتير يعني انه مش اشي برفع الراس الاخر بس حلوين ما شاء الله عليه نقدم موسم ممتاز جيد بلاير بي اللاعب رح اعطيك ارقامه 18.1 4.3 2.4 اسيست 47% من داخل القوس او من الملعب و 42% من بر القوس اللاعب ارقامه نسخة تقريبا نسخة عن ارقام اندرو ويجينز بعرف مين هو انا اللاعب التاني مين التاني دزمن بين دزمن بين يا عيني عليك قلتلك انت رح يعجبك الموضوع لانه انت اكتر واحد بتحب دزمن بين دزمن بين اذا طلع دزمن بين اساسي بمباراة الاولستار هاي شو كان صار قلبت الدنيا مثل ما قلبت على ويجينز قلبت اكتر انا اظن حتى اسمع انا طبعا يوميتها طلعت غردت وقلت وانا هاي انا مغتنى فيها انو انا مش ضد ضد الديمقراطية القطعية العامية اللي يعني كل حدا بالعالم او كل حدا بيفهم بالسلة او كل حدا بيفهمش بالسلة الى نفس الصوت هاي بتأدي لأشياء هيك لنتائج مثل هاي اوكي بلاش ندخل بأمور سياسية وكده خلني خليها أكرة تسلي اوكي يعني معقول هندرو ويجين ستارتر غاط وجهك احصائيات بس في عندي كلمتين تعرف ليش هو طلع ستارتر كلمتين اه بام بام اكتر من بام بام ترمين بام بام بس في اكتر من بام 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 سبب كبير للعلم بس في سبب اكتر اه بتخلني حكي مين بام بام أولا اوكي بام بام اللي ما بيعرف كي بوب ستار مغني بوب ميوزيك من كوريا بيموت بي أندرو ويجينس غرد كده مرة انه ادعم وروح وصوته لا لا استنى استنى بدي اصحح لك شغلة بدي اصحح لك معلومة هو ما بيموت بأندرو ويجينس بام 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 وقع عقد براند امباسدر افشيال براند امباسدر للجولدن ستيت ووريورز جلوبال براند امباسدر للجولدن ستيت ووريورز قبل بداية الموصل تعرف كيف دريك عنده هاي العلاقة مع الرابترز انه هم ممثل الرابترز الدولي فبام بام وقع هاي وقع هذا العقد وعنده شراكة استراتيجية مع الجولدن ستيت ووريورز فهو مش حبني بأندرو ويجينس هو شغله يعمل هذا الحكي اوكي 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 ما افعل عرف هالمعلومة كم واو ماسف يعني غرد على الموضوع وكل حدا صوت بكوريا صوت له جاب له على اقل مئة الف صوت مش بس بكوريا يازم الكيبوب كتير صاير عالمي من كل محل بيسمعوله تعرف انه عنده 9.6 مليون متابع على تويتر فالتغريدة هاي اللي انت عم تحكي عنها هو طلع غرد انه صوته لاندرو ويجينس بستاهل يكون اول ستار ماشي هاي التغريدة الوحدي اجاهها 40 ألف ريتويت 40 ألف ريتويت يعني ريتويت وكوتويت ماشي يعني انت عم تحكي انه اقل رقم زاده اندرو ويجينس من وراها التغريدة 40 ألف لانه في أيام كان الصوت الواحد ينحسب عن صوتين وفي ناس إلا ما يكونوا شافوا التغريدة وما عملوا لها ريتويت بس راحوا غردوا لاندرو ويجينس عشان انه شافوا عم بيحكي لبام بام عن اندرو ويجينس فانت عم تحكي زاد 40 ألف صوت على الأقل الرقم الأصلي ممكن كتير أعلى ممكن 60 ممكن 50 ممكن 80 ما بنعرف بس يا أخي 40 ألف صوت هدول بيضلوا شانت علي هلا في شغلة تانية كمان وهي قرأتها بمقالة واحد وما كنت مفكر فيها بعدين طلعت على اللي هو حكي كمان عم بحاول الزلم يحلل لحاله شو صار مع هاد اسمه توم زيلر كاتب NBA قديم زلمان عم بحاول يحلل شو صار مع اندرو ويجينس فعم بيحكي عن بام بام مية بالمية بس بعدين طلع بنقطة أنا ما كنت مفكر فيها بس النقطة اللي بيحكيها صح كتير لما الناس كانت عم بتصوت للستارترز بالالستار جيم أغلب الناس ما كانت تستعمل تويتر ليلين كانت تدخل على الويب سايت وبالويب سايت ما بعرض دخلته انت ولا لا بس بكونوا حطين الملعب وفي عندك الخمس مراكز تدخل على الويس تدخل على الايست تكبس على المركز بتطلع لك الأسامي وبتقدر تعمله على اللابتوب على الدستوب وبتقدر تعمله على الموبايل ماشي صحي هلالطريقة اللي مرتبين الأسامي حسب المعدل تباع التسجيل فأندرو ويغينز بالفراند كورت بالوست كان طالع ثامن إذا انت على الدستوب بتاني سطر بتشوفه إذا انت على الموبايل بحطوهم اثنين جنب بعض بتكتنزل أربعة هيك خمسة سكرولينج بتلاقيه بس على السريع بتطلع ماشي دريمند جرين اللي هو اللي جد مستاهل من الـ Golden State Warriors اللي أغلب أنا بتحداك بشجعين الـ Golden State Warriors بدهم يصوتوله عشان تلاقيه بدك تنزل وتنزل 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 لأنه مركزه سبعة وأربعين يعني جف جرين ايفيكا زوباتش نيك بتوم مليون ألف واحد فوقيه لأنه معدله 8 نقاط فإذا انت ما غيرت الفيلترز أو ما دورت عدى دريمند جرين وطبعت اسمه ما رح تلاقيه فزيلر طالع بنظرية بيقولك اللي صاير مع أندرو ويغنز أنه جيش الـ Warriors لأنهم بحبوا كتير الـ Warriors وفي منهم من كل العالم عم بدوروا على واحد يصوتوله بيشوفوا ويغنز بيكبس ويغنز ما بيشوفوا جرين لأنه جرين لتحت كتير فهاي الشغلة وشغلة بام بام التنتين مع بعض ركبوا وصفة أندرو ويغنز طالع بمحل الأساسي لأنه اسمع نرجع من عيد تصويت الجمهور 50% بعدين عندك 25% بتصويت اللاعبين و25% بتصويت الإعلام هو طلع ثالث بتصويت الجمهور طلع خامس بتصويت اللاعبين اللي أنا كمان بصراحة استغربت عليه هاي الشغلة بس أوكي تمام وسادس بتصويت الإعلام يعني فاسمع فهي صارت الجمهور اللي رفعوا الجمهور هو بصوت للستارتر وخلص مش عافش عم بحطوا 50% عشان ما بتسوي إشي الـ 25% ما بتسوي إشي هتطلع تصويت الجمهور هيطلع وطلعوا هاي تاني تاني على التوايا نفس الشي الخمس بطلعوا من الجمهور خلص خليه تصويت جمهور أو شيله من جمهور كانت تصويت جمهور بالزمنات كان يوم دائما يفوز أو شيله الجمهور من مرة شيله من مرة بس يعني مش بتعرف أنا لو إنه عكيفي شو بسوي قل لي شيل الجمهور وشيل الإعلام لأنه أو أو ترك الإعلام إذا بدك بس أنا بصراحة حابب أشوف اللاعيبة شو بصوته بس 100% لعيبة إذا أنت لاعب NBA لعب مباراة واحدة بهذا الموسم بطلع لك تصوت ومش حتى إذا مسجل اسمك مع فريق خليهم من صوت هاي سنة يكونوا كتار هاي سنة عندك 600 لعب يمكن لعب لعب جد طيب في أي شك عندك إنه أندر ويغينز ما رح يطلع آخر بيك ما في شك أكيد هيطلع آخر بيك رح يحزنوا عليه بس إذا ستف عم بنائي إذا لبران ما لعب لا لكن الكابتن سنة الماضية كيفين دورانت ما لعب هو اختار فريق تبا صح اختار الفريق فعلا أظن بختار الفريق تبعه حتى لو ما لعب ما عدت لأ أكيد الأخير أكيد الأخير ها حرام طيب أكمل ملاحظة سريعة عن التصويت مثيرة للاهتمام الأولى عن كات يا أخي اللعيبة ما بيحبوا كاتها آه كات طلع سابع بالتصويت اللعيبة كتير فالبران طلع أول يوكتش تاني دريمن جرين تالت رودي رابع ويغنز خامس ودي أندري إيتن سادس بعدين كات سابع مع أنه بتقدر تحكي أنه كات عم بقدم موسم أحسن من إيتن أحسن من ويغنز يعني ما بعرف أحسن من رودي بس بيطلع راس مع رودي فكان يعني بصراحة لو عم تحكي عن اللعب كان مفروض يطلع رابع بس ما بيحبوه مش محبوب ما عنده شعبية بين اللاعبين غريب زاك لفين دمر هاردن وتمر تري يونج بتصويت اللاعبين إيجا 73 صوت من اللاعبة هاردن ويونج إيجاهم 46 46 التنين دمرهم دمرهم بس الإعلام والجمهور طبعا صوتوا لتري فوق لفين مشان هيك تري طلع أساسي هاي رح تعجبك يا دويس انت مش الوحيد اللي زعلان على لوكا تعرف انه إجا صفر الصوات من الإعلام صفر ولا صوت إجا للوكا من الإعلام كاري كل كل واحد صوت من الإعلام صوت لكاري 100% يعني ما فيه إنسان إعلامي ما صوت بالرسميات هدول تبعون الـ NBA ما صوت لكاري فكاري كان جزء واحد من كل البالتس الاختيار التاني توزع على جامورانت طبعا صفة طالع جاء أساسي كريس بول إجا ديفن بوكر إجا دونيفن ميتشل إجا وديجون تيموري إجا صوت واحد رهيبة هاي سمعت بأنها واحد لوكا ما إجا ولا صوت فالإعلام كله زعلان من لوكا زيك كله متخادل مش دعلا متخادلين أنت لي إنه محبوب هو بس كل حدا بدي يحط على عينه إنه أنت خذلتنا آه حلوة أوكي تفهمت وبعدين هاي كمان رح تعجبك اللاعب اللي الفرق بين تقييمه للعيبة والإعلام وتقييمه عند الجمهور الأكبر الفرق الأكبر مين فكرك بعرف رودي جوبر رودي 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 جوبر يا سيدي العزيز بتقييم أو بتصويت الإعلام طلع ثالث بتصويت اللاعب طلع رابع طلع تاسع تاسع بتصويت الجمهور بس هاي بالفورووت أنا أحكي بالفورووت آه أنا أحكي بس كل واحد بمركزه آه كل هذا يسمع هذا المخطع بس يتهور يفكروا إنه لا 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 هذا أحكي أنا كل مركز عارف إنه فانكورت باكورت والتصويت تبع لهدول إنه بختاروهم مع الفريق كارميل وآنتن يطلع فوغ رودي للألم تصويت الجمهور آه طيب كم من نقطة سريعة تانية عن الأول ستار قبل ما نتحرك على الموضوع اللي بعده آه لعيبة النجوم الصاعدة المباراة النجوم الصاعدة اللي هاي السنة رح يكون فيها زي ما حكينا الجي ليغ إغنايت طلعوا مبارح ما في ولا مفاجأة أحلى إشي بالموضوع كله يا دويس سكوت هندرسن دخل سكوت هندرسن رح يكون عم بلعب صديقي دخل صديقي دخل سكوت أصغر لاعب بالمباراة كلها 17 سنة داخل على رايزنج ستارز كممثل للجي ليغ إغنايت إسلام دنك المشاركين بالإسلام دنك أوبي توبين من نيويورك جيلن جرين هيوستن كول أنتني أورلاندو وانتوسكانو أندرسن من الوريورز شوف أمالي ب جيلن جرين أنا كمان في صراحة حط دنك حلو هداك اليوم نعم فيه أظن عنده حركات عنده حركات توبين توبين دانيك بس توبين من النوع اللي لأنه أكبر شوي من النوع اللي باور دنكر أكتر من ما هو سلام دنك شامبين بنت علي يعني غير إذا عمل إشي زي اللي كان يسوي دوايت هاورت بالزمنات بس بالعادة البيج بويز لما يدخلوا على السلام دنك كونتست أصعب عليهم لأنهم أكبر هم فما بيبين بالهوى كل إشي تمام اللي ممكن يفاجئ الكل كول أنتني لأنه أظهر واحد فيهم كممكن يبين أحلى كل إشي فيه وطبعا الاحتياطيين رح يعلنوا عنهم بكرة يوم الخميس إذا أنا مش غلطان فالأسبوع الجاي أنا وياك رح نلعب لعبتنا رح ناخد اللعيبة كلهم وأنا رح أخد رول دورانت أنت رح تاخد رول لبرون أو بالعكس وننقي فرق ونشوف مين فريقه أقوى طيب نتحرك على أخبار تانية صارت هذا الأسبوع بن سيمينز يا دويس بن سيمينز بي أس ريبورت بولشت ريبورت أخي والله زهقت من بن سيمينز خلص نقوله محلة شوف أنا لازم بس نوضح شغلي لأنه كتير يجاني على تويتر الناس عم تحكي لا عم بندفع له ما عم بندفع له أنا لخبطت فراح تأدور على هذا الموضوع أتأكد منه بن سيمينز يا سيدي العزيز رامونا شيلبورن من ESPN طلعت بتقرير مبارع عم تحكي عنه وبعدين نحكي شوي عن التقرير بس كان فيه جزء عم تحكي فيه عن بن سيمينز و مصاري وراتبه هي عم تحكي أنه خسران 19 مليون بغرامات هذا الموسم لأنه كل مباراة بتروع عليه عم بندفع أو عم بتخالف 360 ألف دولار فأنه ما عم بستلم راتبه عم بخسر راتبه وعلى حسب الأرقام تبعتها من هون لنهاية الموسم إذا ما رجع لعب مع السيكسرز أو مع أي فريق تاني رح يخسر له كمان 12 مليون هلأ وين اللقبة تصايري أنا قرأت وروح دورت على التقرير شامس شرانية كاتب بعشرة واحد بمقال العكس العكس تماما اللي بتحكيه رامونا شالبون بحكيه لك السيكسرز ما عم بغرمه بن سيمينز لأنه هو عم بعمل الأشياء اللي مفروض يعملها كواحد عم بتعالج لمشاكله نفسية اللي عم بواجه لهذا اللي فكرته أنه حكي أنه عندي مشاكل نفسية بالزبط وهذا اللي حكاه شامس شرانية قبل ثلاث أسابيع ثلاث أسابيع ونص تقريبا بعدين طلعت رامونا شالبيرن حكت العكس فمش عارف مين الصح ومين الغلط بس في حدا معلوماته غلط رحت طلعت على سبوتراك ما بعرف زي بتعرف ويب سايت سبوتراك ممتاز لأي إشي دخله بمصاري والأنبيئي فسبوتراك في عنده جزء طبعا 50% من غرامات طلع أول إشي بيحكي أنه آه عم بتخالف بن سيمينز و50% من الغرامات اللي اندفعت هاي السنة من الانبيئي طلع منه من جيبته و المبلغ الإجمالي بس شوي غير فرامونا شالبيرن حكت 19 مليون على سبوتراك بيحكو لك أنه 15 مليون اللي راهوا عليه فاللي حللته اللي استنتجته بعد كلها الأمور هاي لأنه لسه مش متأكل لسه في شوية لخبطة هو عم مندفع له راتبه بس عم بتخالف فما عم بيستلمه كامل لأنه راتبه هاي السنة 33 مليون إذا بتقسمهم ع 82 مباراة لأنه هم هيك بيعمل وهم بتفع على كل مباراة بالموسم بطلع كل مباراة 402 ألف هو عم بتخالف منهم 360 فعم بربح تقريبا 42 ألف بكل مباراة إشي هيك فمش عارف إذا رامونا غلط سبوتراك غلط شامس غلط إيش ما يكون بس اللي شكله عم بيصير إنه ما عم بيستلم راتبه كامل نعم بروح للمساري شوف اللي 100% بنعرفه هو التالي أسوأ لاعب بالنبي هاي بعتنا إياها واحد صديقنا على الواتساب اليوم الواتساب جروب أسوأ بقول لك هاي تركيبة أسوأ لاعب بالنبي يكون عندك ثقة بين سيمينز عندك مهارات التسديد تبع بن سيمينز عندك العقد تبع بن سيمينز عندك قابلية التحسن من بن سيمينز عندك أخلاقيات عمل بن سيمينز وعندك أداء بن سيمينز في المباريات المهمة هو مسكين هو مسكين ومشان جاء السيكسرز ووضعه ومشان جاء السيكسرز وضعه وضعه متأزم وضعه صعب وضعه صعب أنا اللي اللي لفت انتباهي بال بالمقال كيف عم تحكي عن هو وعقليته وين مع كل إشي صار هو زعلان إنه جوال الامبيد طلع بعد السلسلة ضد الهوكس ولامه لما هو ما لام جوال الامبيد بعد أداءه بال2019 لما خسره ضد الرابترز ف مش فاهم بالزبط وين بن سيمينز كيف قارن هون وهناك لأنه جوال الامبيد بال2019 ما شي ما كان يعني معدله بالثلاثينات ولا إشي بس كمان ما كان عاطل جدا للتورنتو يعني لعب سبع مباريات للتورنتو كان معدل بس سبع مباريات سبع تعشر نقطة تسع ريبون تلاتة أسيست ما سدد بشو اسمه بنسب عالية بس كمان كان عم بدافع عليه مارق سول وكانت سلسلة صعبة وسلسلة بطيئة ويعني اللي بسمع بيحكي إيش إنه بالسمنز بدع أيامها لا اسمع رفع الفريق لا لا اسمع هلأ بنسب عايش بفقاعة بببل مع أصحابه بس اللي عم بيحكوله الأشياء اللي عم بخلق ها عم بخلقوله هيك كذبة وهو مصدقها إنه هو مشاء إنه هو أظن بعقله عم بيقنعوه إنه أنت ما سويت إش غلط أنت دوك ريبرز وجول أنبيد هم الخانوك وما مسير إنه أحسن لك ما تلعب معهم وشوف هاي جول أنبيد قبل لها بسنتين أنت ما حكيت إنه هو خسرنا يعني مش شايف إنه هو إيش سوى إنه يعود أربع مبريات ما يسدد بالكورتر الرابع ما يحط الدنك يعطي الباس تحت السلة انسى وضعه وضعه صعب مشان هيك لازم تختار أصحابك دقة يا دويس أصحابك اللي بيقول لك إنه أنت ترى تيس عم بتتيس إذا صاحبك بس بحكي لك آه أنت كل شي تمام ما أنت هذا مش صاحبك مش صاحبك مثل لما أوجي يخبس بقول له أوجي أنت عم بتخبس أنا ما تخبس هاي حركة غلط أوجي لازم تتجوز يا أوجي هاي خلق آه وين أختنا أنت يا ساتر يلا نكمل على الموضوع اللي بعده أكمل خبر دخلهم بالإصابات الأسف الشديد جو إنجلز جو إنجلز نصاب بركبته ومش رح يرجع هذا الموسم بصراحة عمره 34 سنة أظن هاي نهاية مسيرته كواحد جزء أساسي من فريق ناجح لأنه يعني إصابة صعبة تمزق بالإي سي أل أظن إي سي أل أو أم سي أل اللي نسيت واحد فيهم بس من الإصابات الصعبة بده عملية وما بعرف إذا رح يرجع لهذا المستوى الجاز أكلوها أكلوها بهذه الضربة يعني أظن الاسم جو إنجلز أنت ما بتفكر فيه كنجم وهيك بس للي بيعملوه جاز جزء جدا مهم من اللي بيعملوه أحسن لاعب بيك نرول عندهم ممرر وصانع ألعاب ممتاز كمان عندهم ومسدد فيعني جزء كبير من الهجوم تبعهم حتى لو ترجع للسنة الماضية يعني كان عم تحكي إنه هو وجوردن كلاركسون إجت فترة كنا عم نحكي واحد فيه ممكن يطلع سيكستمان تلع كلاركسون طبعا بس كان فيه وقت إنه عم نحكي أوف جو إنجلز ممكن يكون السيكستمان وغير هيك عقده بنتهي بعد هذا الموسم فحتى لو ما كمل مع الجاز هذا الموسم كان فيه إشعاعات إنه ممكن يستعملوه كجزء من صفقة وهذا الحكي راح طبعا غير إذا فيه فريق بده ياخده بس عشان ينتهي عقده الهاوس طبعا صلوا سبعين مع الهاوس اه صلوا 10 day contract بالضبط أظن هلا راح يوقع هلا هاوس كمدافع أحسن من جو إنجلز بصراحة بس وبيحتاجه دفاع بس بشكل عام على الهجوم ما بيقدر يعمل الربع اللي بيعمله جو إنجلز الضربة وين راح تضربه يا أخي أكتر راحد فعال عندهم بالبيك ان رول مع رودي جو بير دايما جو إنجلز كان يعني خاتم هالشغلة هاي معه فالأسف الشديد ضربة قوية لأيوتا وإذا هم كانوا بدهم يسويوا تريد مثلا إنه يحطوه بصفقة يجيب واحد بدافع أحسن على الوينغ منتعلي كان هو السلع الممكن يحطوها بتريد منتعلي ممكن يفيد فريق عم بنافس عشان على الهجوم بيعطيك كتير فممكن كان يساعدهم بس هلا مشكلة هلا يوتا عمد دهوره عمد دهوره هم ماكلينها إصابات يعني خلنكم سادقين هم دهور عم بحكي إصابات بس بس يعني الفريق بينهم وبين السنز حاليا 11 مبارا ونص الفريق بينهم وبين المركز الرابع أربع مبارايات الفريق بينهم وبين المافز اللي تحتيهم مبارا هذا الفريق اللي كان عم بحاول يصمد مع السنز السنز والوريورز أول الموسم هلا أقرب للمركز الخامس والسادس من ما هو أقرب للمركز الثاني والأول خسرانين خمسة على التوالي وآخر عشرة بس فازوا تنتين يعني وضعهم صعب جدا لبرون جيمس لبرون جيمس صلو أكمل مباراة مش عم بلعب عم بريح ركبته طبعا خسروا الليكرز كل المبارايات مع إنه إيدي رجع ممكن يرجع اليوم المباراة الليلة ممكن يرجع الأسبوع مش إنه إصابة مداها طويل هي تورم بالركبة بس وين الخوف يا سيد العزيز الخوف إنه عمره سبعة وثلاثين سنة ومين ما تكون أنت وقد ما تدير بالك ع حالك عمرك سبعة وثلاثين وعم تلعب NBA بمستوى كتير عالي رياضة بتطلب جهد خرافي جدا وآخر أربع سنين غررتها داك اليوم ما بعرضها شفتها وإلا لأ إصابات لبرون جيمز بآخر أربع مواسم أكتر من إصاباته بأول خمستعشر مواسم لإله بمسيرته شي شي بخوف شوي وغير هيك زيد عليها إنه الليكرز ما عم بيفوزوا بدونه هلا حاليا الليكرز بالمركز التاسع تاسع يعني هم بمراكز البلاين فبحتاجوا لبرون جيمز يظل يبذل الجهد عشان هم يوصلوا البلايوفز أو يتجنبوا البلاين وهذا معناته إنه لما يرجع ما فيه يريح رح يرجع ويلعب دقائق كتير وهذا اللي بخوف يا أخي لما يوصل للبلايوفز شو رح يكون صاير فيه هو أصلا يعني نحن أظن أنا مش خايف عليه أنا مشكلتي مع الليكرز أكتر بكتير مع أنتني ديبس طبعا لما يوصل البلايوفز إذا ما فيه إصابة كبيرة بلعب هلا عم بريح بس سيكة احتياطا نتعني بس هداك المصيبة الرجل الزجاجي الرجل الزجاجي مايكل بورتب جونيور يا دويس النوغيتس أعطاهم الأنبياء أعطوهم الأنبياء اللي بيسموه الديسيبد بلاير إكسيبشن شو بنا نسمي هذا بالعربي الاستثناء اللاعب للمصاب آه ديسيبل هذا يا إخوان بنعطى للفرق هو كمية مبلغ كمية مصايت بعطوها للفرق يروح يجيبوا فيها لاعب يستبدلوا فيه لاعب خلص معروف أنه ما رح يلعب لآخر الموصي بعطوهم 2.7 مليون هلا هم إذا استعملوا هذا الديسيبل بلاير إكسيبشن الـ DPE ما بيقدر يرجع مايكل بورتر جونيور بس مش معهم لعشرة ثلاثة يستعملوا فهم اللي عم بيعملوا صح أنه عم بتأكدوا أنه عندهم هذا الخيار راحوا قدموا عليه والأنبياء قالهم أوكي تفضلوا هاي 2.7 مليون معهم لعشرة ثلاثة إذا من هون لعشرة ثلاثة استعملوا يعرف أنه مايكل بورتر جونيور مش رح يرجع هذا الموسم إذا من هون لعشرة ثلاثة ما استعملوا خلي عينك على النوغيتس لأنه هذا معناته أنه فيه أمل أنه مايكل بورتر جونيور يرجع كمان أكمل شغلة سريعة دريمند لسه ما رجع بس عم بيحكوا عم بيقرب وفيه احتمالية نشوفه قبل الأول ستار بريك برادلي بيل مش رح يلعب المباريات الأربعة الجاي للويزردز أو واحدة ما لعبه وكمان ثلاثة عنده مشكلة بإيده أقبال جميع المباريات وشي شي مش رح يلعب لبعد الأول ستار بريك شتنك بكى بدأ على البكير على البشكير طيب شو رأيك نخش على فاس بريك سريع جاهز جاهز نزل لك البيت وبعد الفاس بريك منكمل على التريدز السنز مولعين أظن آخر مرة خسره كان سي بي لسه بالعشرينات عم بمزعوا الانبي اي بهدوء وإتقان فني خرافي بعواخر مباريات المختصر مفيد نار بالكلتش على سيرة الكلتش بيك شوت جيم سيكس كلي بأول تسديد الكلتش إله بعد عودته من الإصابة ضد بروكلين كابين بورتر جونيور غلط واستفز المجرم المبتسم كوري سي طعماهم 21 نقطة بالكورتر الرابع الوريور شدوا حالهم وصاروا فايزين 7 و 4 عضل الآن بالشرق نتائج غريبة قليل الباكس يخسروا كثير أكثر من من يجب ويفارق شاسع مرات النس قسرانين 7 من آخر 10 الهيت قسرانين 3 و 4 لكن الهوكس والسيكسرز دعسين و تسلقوا الترتيب ترقبوا أسبوع جونيوري في الان بي اي مع اقتراب التريد دادلاين بربع واسيرة التريد دادلاين شو رأيك ناخد تايم اوت وبس نرجع من التايم اوت نخش كل شيء تريد صفقات صفقات يلا جعنا من التايم اوت هدويس واللي رح نعمله اليوم هو كالتالي رح نقعد نحكي أول شوي عن فرق برأي و برأيك لازم تعمل تريد الفرق اللي لازم تكون شغالي اللي مفروض هلا يبدو يرفعوا تليفونات ع بعض المدراء العامين ويحكوا مع بعض ويلأقولهم حل المشاكل اللي عم بتصير فأنت رح تعطيني أكمل فريق أنا رح عطيك أكمل فريق نحكي ليش وبعدين رح ناخد دورهم رح نلعب دورهم لهدول الجي أمز نرفع التليفون ع بعض أنا أعطيك أكمل تريد أنت تعطيني أكمل تريد تشوف مين بيقبل مين ما بيقبل بس يلا نبدأ بالفرق اللي برأينا لازم تعمل تريد مين عندك أول فريق أول فريق أول فريق طبعا بلا شك السيكسورتز لازم لا تضيعوا عز جوال أمبيد يا إخوان ما بتعرف قديش عنده كم من ثاني حيلعب جوال أمبيد ضلوا صحته تمام لازم 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 يشحنوا بن سيمينز بن سيمينز واضح أنه مش ناوي يلعب بالمرة مع بوستن فالخيارات هلأ الخيارات صعبة المشكلة بدك تجيب نجم محله صح يعني نجم عن هاردن هلأ كان في طلع أخبار أخر أسبوع أنه ممكن هاردن عشان هاردن مش مبسوط كتير ببروكلن عشان وضع مع كايري وكمان مش مبسوط ببروكلن المدينة هلأ شوف لأسباب كتير أنا ما بعتقد هذا الصفقة حتسير مرحب بس أولهم أولهم وأهم سبب لهذا حيلغي أي إنه هذا حق الفيتو لأي صفقة ممكن حتى لو الكوتشيز والمدراء اتفقوا عليها هو إنه مالك النتس رجل صيني جو تساي صح أه جو تساي ما بيحب ديرل موري مستحيل يعمل صفقة مع ديرل موري عشان ديرل موري والتغريدات اللي حكاها عن هونج كونج والصين قبل فترة نتذكر لما راحت مالنبي اي راح مالشينا يقاطعوا الانبي اي كلها أه بس هو من تايوان أه من تايوان أه يعني بتعرف تايوان شوي غير عن مين لان شاينة وهيك ما بعرف أه بس لا إنه فيه بيف فيه بيف 100% عشان هذا الاند مع الصين انت عليه أوكي وفيه بيف مع ديرل موري إنه مستحيل يعمل صفقة مع ديرل موري إنه اللي حتعجب إنه عشان يساعد ديرل موري فهاي إنساها وشطبها هلأ فريق تاني اللي ممكن يعمل مفروض يعمل تريد وكان ممكن تلبق معهم أنا بقول برادلي بيل صح مش زابطة بي يعني الوزرز هيعتم هلأ أي مركز هلأ عاشر ولا الوزرز فضيحة فضيحة الوزرز يزان بس بخسروا خسرانين ستة وربع عد خسرانين سبعة من آخر عشرة وهلأ نزلوا للمركز اتنا إذا ما صار إشي هداك اليوم كتير بضحك كتير بضحك ماشي النكس والوزرز أهمى الفريقين يا أخي أهمى الفريقين بالدنيا هلأ تحتهم الهوكس كانوا عم بفوزوا سبعة وراء بعض فعم بطلعوا شوي شوي وهدول التنين عم بخسروا 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 هدلاك طلعوا عنهم عادي فرق عم تخسر فرق عم تفوز بعدين الوزرز اللي كانوا فوق النكس مع إنه النكس ما فازوا مباريات الوزرز طلعوا أو نزلوا عنهم والنكس طلعوا عن الوزرز والفريقين عم بخسروا لأنه هدول عم بخسروا أكتر من هدلاك كنت علي يعني أنت تسلقت كنيويورك تسلقت بالترتيب مع إنه ما فزت ولا مباراة أنت بتصير هاي فضيحة يعني رهيب فأنا بقول بيل بيضبط الكونتراكت مفروض يعني يضرب تليفون لجماعة هذا ويجيب بيل طبعا بس هو عينه اللي بعم بي عينه مزبوط وأماله كلها إنه بديم دلرد ديم دلرد ما بده يطلع من بورتليند ولكن ممكن بورتليند يقرروا بعد ما حشابوا أنتوني سايمونز حال الوقت حال الوقت يفلتوا أنا هاد اللي بقول هاد أول فريق لازم يلقي له حل واحد من هدول الثلاثة هاردن صعب عشان الوضع مع المالك بس بيلو ديم فيه تشانس أنا اللي قرأته عن السيكسرز إنه كانوا عم بتناقشوا مع الكينغز واللي طالبينه من الكينغز كتير 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 فالكينغز قالوا لهم الله معك و سلام بدناش أكيد إيه طالبين فوكس و هالي بيرتن طالبين ما بتذكر بالزبط بس كانوا طالبين فوكس ممكن فوكس و تايريس و ريشون هولمز و كل الفريق و هاريسون بارنز وخدوا هاي كمان بدهم يعطوهم كانوا توبايس هاريس و هادلاك بيعقول لهم ليش يعني شو بده يفيدنا توبايس هاريس و عقد الكتير كتير سيئ يعني عججة كانت الدنيا فالكينغز حقولهم يا إخوان بدناش إذا الكينغز الكينغز ما بدهم يتاجروا معك في مشكلة طيب هذا الفريق الأول غيره بوستن بوستن لازم يعمل حركة لازم مش ظابطة الفريق هات صار له سنتين يعني basically 500 يفوز game بيخسر game يفوز game بيخسر game الفريق صار متوسط ب 100% مش من أفضل فرق باليست يعني صار playoff team فانت شو عم تعمل انت عندك اتنين wings أفضل wings يعني بعمرهم يعني من افضل wings بعمرهم اتنيناتهم بلعبوا منيح على الهجوم والدفاع ممتازين كيف مش عارف تركب الفريق حواليهم انه تستفيد من قدراتهم او انه تغطي من نقاط ضعفهم محتاجوا playmaking محتاجوا inside presence ما بعرف لازم ضغطوا الفريق هذا بنش غريب فبوستن هو تاني فريق لازم يعمل trade تتفق تتفق بوستن لازم يعمل trade وما ما عم بحكي لازم يصير trade يعني بتعرف كيف طلع اجت فترة الناس عم تحكي خلص split up brown وتاتم تجربة واحد فيهم لا ما عم بحكي لهذا الدرجة لا يعملوا trade باشياء تانية عشان تكملوا مع هدول التنين مش عشان تتخلصوا من واحد القليل إلا كمان ستة شهر شوفوا شو بصير هذا السيف وشوفوا ممكن حتى السنة الجاية يحسب شو بصير بهذا trade بس حاليا هلا 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 ما بيقدروا يصمدوا يعني يكملوا الموسم كله بدون ما يعملوا اشي لأنه يعني حتى لوصلوا يطلعوا من أول دور فيش شي وحرام تطلع أنت من أول دور وعندك هدول النجمين على فريقك حرام صح صح الفريق الثالث برأيي لازم يعملوا حركة هو نيويورك نيكس نيويورك نيكس راحت عليهم فرصة ذهبية إنهم يبيعوا جوليا سراندل على الغالي فرصة ذهبية انت علي كان قديش كان سهب مطالع السنة الماضية كان كتير سهب مطالع حتى بعد ما خبص بالبلياوس لسه بيقول لك آه بس هو كان أخذ جائز أفضل لاعب متحسن أكثر لاعب متحسن كان لازم يبيعه أنا طوال موسم السنة الماضية مش إنه مستغرب بقول يعني معقول هذا هو مستوى مرة واحدة بروح من 29% ل 45% ثلاثيات وكذا واضح إنه لا رجع لمستوى العادي آه بعد ما أخذ جائزة أخذ اللعب متحسن قال لك خلاص أرح أبطل أتحسن ووقف ف بحتاجوا 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 أفضل لاعب وهلأ صارت إنه فيه مدرب نية فيه رول بلاير زمناح بس بدك النجم بدك هاي الكراون فندلي رأس الحربي هلا جوليوس راندل بس أم بطلع أتأكد أنت عم تحكي كان لازم يتخلصوا منه بس اللي عملوهم إنه وقعوا الأحقد جديد يعني عمل العكس بالضبط ما كان الماكس لو إنه استنى لنهاية هاي السنة كان يجاء عقد بس و تقريبا 200 مليون بس هو اللي عملو إنه وقع عقد أربع سنين بس و 117 مليون طيب فالنكس تترقوا استنى سؤالي للنكس عن النكس إنت لما تحكي لازم يعملوا حركة لازم يعملوا حركة عساس يرجع يدخلوا البليوفس أو لا حركة تخلص من لا بدك سوبرستار بدك سوبرستار حركة سوبرستار خلص إنه إنت حتى لو ما عم بتنافس عبطولي بس Madison Square Garden لازم يكون موجود بالبليوفس حلو جيد جيد كمان شوي طيب هذا الفريق الثالث اللي عندك لازم يعمل الصفقة عندك غيرهم آخر فريق هو أحرقوا حرق يعني فاير سيل كما يقولوا خلص بيع كل إشي بيع 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 جمع درافت بيكس وخش انزل على الدرافت خلص ارجع ابني خلص دنزو فاير سيل حريقة البيسرز اللي خرب عليهم شوي اللي هي إصابة مايل ستيرنر للأسف الشديد خلص بيع 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 بس آق معك خلص ابدا من أول و جديد كفي هاي نايتاني طيب حلو كتير أنا بدي أزيد لك فريقين ثلاثة سريعين جدا بعدين أتعمق لك بأكمل واحد على السريع على السريع غير اللي أنت ذكرتهم في الكينغز يعني الكينغز خلص مش عم بسير مش عم تزبط معهم مع الفريق هذا والكور هذا والباك كورت هذا دي أرن فوكس يا سيدي الأزيز طلعت عقده دي أرن فوكس ضايل له كمان أربع سنين كلهم 30 مليون وفوق آخر سنة بهذا العقد 37 مليون يعني الزرمة موهبة ولعيب بس مش لها الدرجة إذا لحاله وهذا اللي عم بيصير مع الكينغز إنه هو عم بلعب بفريق ما بوزبط معه فخلص يتخلصوا منه هو هاريسون بارنز بادي هيلد حتى ريشان هومز كل هدول لهم قيمة بالسوق وروح تخلصوا منهم أعطوهم لهالكونتندرز المنافسين رجعوا قطع صغيره وبيكس وكملوا مع تايريز هالبيرتن ويبدوا من أول جديد لأنه مش زافطة فأنا هاي رأيي عن الكينغز الليكرز لازم يعملوا إشي بس يعني اللي عم بقرأه أنه عم بحاولوا يتخلصوا من تيلن هورتن تاكر لأنه تيلن هورتن تاكر الوحيد اللي عاخده بسوى أي شي وما حدا قابل ما حدا قابل فيه فعلى السريع كمان الليكرز مفروض لازم يعملوا حركة بس مش عم تزبط معهم وانت جيب سيرة الفريق اللي أنا عم بحكي لك اللي رح حكي لك عنه على السريع هلا اللي هو الويزردز انت حكيت عنهم بس من طرف السيكسرز انه جيبوا بيل لعنكو أنا رح أقلب لك ياها من طرف الويزردز عال سريع برادلي بيل هلا لما ينتهي عقده رح يستاهل أو رح يطلع له يطالب بالسوبر ماكس ورح يطالب بالسوبر ماكس مية بالمية رح يطالب بالسوبر ماكس هو براسه أنا بستاهل السوبر ماكس أنا كنت تاني هالدافع الدوري سنتين ورا بعض ماشي هاي السنة ما لعبت منيح بس أنا واحد بطلع له يكون يندفع له السوبر ماكس انت كدويس رأيك بستاهل السوبر ماكس برادلي بيل نا وإذا أعطويا راحت عليهم لخمس سنين وراحت عليه وراح يعني هو إجاب مصري ما رح تكون كتير راحت عليه ما رح تكون زلال لا وسهو كلاعب إنه ينجز بطولات أو يحقق أي إشي اه إنه معناك كلاعب كله تسلي لا رحت عليه خلص طيب بس أنا عندي كمان تتفرق غير هدول هدول اللي شوي واضحين اللي ذكرتم هلا بس عندي أكمل فريق أنا برأيي لازم يعملوا تريد لأسباب تاني أغلب هدول لأنه مش ضابطة معهم الشغلة طب راح أحكيلك عن ثلاث فرق برأيي لازم يعملوا تريد مع إنه ضابطة معهم وأولهم الشيكاغو بولز الشيكاغو بولز يسيتي العزيز هذا الموسم ناجح ناجح يعني لدرجة ما حدا توقعه بس مش معناته أنه خلص تكتفوا لأنه لسه عندهم هم نقطة ضعف اللي هي الديفنس جوه وبعد ما بات ويليامز انصاب هم كانوا رح يتكلوا كتير على بات ويليامز هاي الشغلة بعد ما انصاب وبيّنت أنه ما رح يرجع هذا الموسم شفنا هاي المشكلة وبتطلع كتير حاولوا حلوها يا إخوان يعني إذا أنتوا جد بدكوا تنافسوا لبطولة هاي السنة حاولوا حلوها ما عندهم كتير كاب سبيس بصراحة ما عندهم حتى بطاقات كتير بس ما بيحتاجوا اسم كتير كبير هاي هي الشغلة يعني أنتوا بدكوا حدا يساعد بهاي الشغلة بالذات مش أكتر من هيك لأنه الباقي تمام كاروسو رح يكون راجع للبلاي اوفس لونزو إن شاء الله بكون راجع لما يبدل البلاي اوفس وعندك الباقي عم بلعبوا وفوسبج هلا عم برفع بستواء كله تمام بس بدكوا هالواحد فالبولز برأيه فريق لازم يعمل تريد حتى لو تريد صغير بعدين عندك الكليبرز الكليبرز حاليا تامن بالوست بعدهم عم بقاتلوا لمركز بالبلايين مع أنه كوايب طبعا ما لعب ولا مباراة وبول جورج صر له كتير طالع وقلع كمباك كمباك كيدز كمباك كيدز وبصراحة بحبهم يا أخي هذا الإشي اللي أنت عم تحكي عنه الكمباك أتتيود تباعهم كتير حلو الكمباك كليبرز يعني يا أخي سادس دفاعيا سادس دفاعيا مدربهم رائع كتير مدربهم صح بلعبوا بجهد أنه ببذلوا جهد بكل مباراة كل واحد بيعرف دوره فإذا رجع كواي وهي مش مضمونة من مرة وإذا رجع بول جورج وهلا كمان هاي مش مضمونة من مرة لأنه ما بنعرف شو عم بصير وفي ناس عم تحكي ممكن يحتاج عملية بس إذا رجعوا هدول التنين بدون أي تغيير بدون أي تغيير في أي فريق بالوسط رح يكون مبسوط أنه رح يواجههم بالبلياوس لا مستحيل رح يخافوا منهم عندهم الثقة كمان آه طبعا وآخر نقطة عنهم تعرف أنه ما عندهم ولا بطاقة بالدرافت بالدور الأول للـ 2027 آه فيعني ما في أي سبب تعملوا تانك كلهم صفوا مع أوكي سي كلهم مع أوكي سي ومع مليون حدا فما في أي سبب يعملوا تانك الكليبرز فخلص محتاجوا صانع العاب معروف الشغلة رحوا جيبوا هالصانع العاب حتى لو ما ساعتكم هاي السنة حتى لو كواي وبول جورج ما رجعوا هاي السنة خليه يتأقلم مع الفريق يتدرب مع الفريق يلعب مع الفريق ويكمل معكم للسنة الجاية واللي بعد لما يكونوا بول جورج وكواي راجعين وإذا يا أخي رجعوا انت عندك هالصانع العاب موجود وجاهز وبترفع سقفك كمان مرحلة وكمان لفل لفوق فأنا أظن الكليبرز لازم يعملوا تريد لازم لازم عندك حد بالك آه هلا رح أوصل لك بالجزء الثاني من هاي الفقط طيب و آخر فريق انت اللي مجهز لي هدول بعدين تحكيلي مين هتحط فيه آه أنا جهز لك أنا كتبت عن الفرق حطيت ملاحظاتي عن الفرق اللي أظن لازم وبعدين رح تعمل تريد زالهم كلهم وراح سير أرن لك تليفونات تحكيي بس أظن آخر فريق إدويس رح شوي شوي تستغرب منه ما أظن رح تتوقع إنه مفروض لازم يعمل وهلا مش فريق يائس من مرة مش يائس بس تسمع الإسر رح تضحك شوي بس فريق برأي لازم يعمل تريد و بحبشت شوي طلعت لك أكمل معلومة عشان أقنعك طيب الفينيكس ساندز أوكي الفينيكس سانز يا سيد العزيز بدنا نحكي عنهم شوي تذكر نظرية فيل جاكسون حكينا فيها السنة الماضية الأربعين عشرين إنه إذا أنت منافس من الدرجة الأولى لازم توصل الأربعين انتصار قبل ما تخسر عشرين مباراة آه فكرت نظرية إنه بس لبولتا مايكل بس لبولتا كوبي بس لبولتا مايكل لا لا هاي الشغلة إنه إذا أنت منافس حقيقي أنت بتوصل الأربعين انتصار قبل ما تخسر عشرين مباراة هاي السنة عندك الوريورز سجلهم حاليا تسعة تلاتين انتصاروا تلات عشر خسارة فرح يوصلوا غير إذا خسروا سبع مباريات وربع عض كتير صعبة مش شايفها يعني مبارح المباراة المفروض يخسروها هي مباراة مبارح ستف مش عم بلعب دريمن مش عم بلعب ويغنز مش عم بلعب ليتسا مش عم بلعب ويزمن مش عم بلهاب بول بارتي شمعتنا واحد تلاتين نقطة كانوا متأخرين ورجعوا كمينغا 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 يعني راح يوصلوا الفورتي التوينتي نظرية في الجاكس بعدين عندك الجريزليز خمس وثلاتين انتصار 18 خسارة صعبة بس ممكن ممكن لازم يفوزوا خمس مباريات قبل ما يخسروا مباريتين عندك وراهم البولز تلاتين وثمانتاعش والسيكسرز واحد تلاتين وثمانتاعش اصعب انه لازم يفوزوا تمانية او تسع مباريات قبل ما يخسروا مباريتين ما اتوقع تسير بس يعني بعدهم عم بيحاولوا عندك السنز السنز مش بس حققوها السنز سجلهم واحد واربعين انتصار مع تسع خسارات دمروا النظرية دمروها للنظرية ماشي هلا هاي النظرية تبعت في الجاكسون مش مية بالمية لانه فيش اشي مية بالمية طبعا بعالم السلة وعا سبيل المثال البكس السنة الماضي كان سجلهم الموسم الماضي طبعا 72 مباراة فشوي غير كان مفروض يوصلوا 35 انتصار قبل 17 خسارة اذا عم تحسبها على 72 ما عملوها بس فازوا البطولة بس ارجع لورا قبل الموسم الماضي العشر مواسم اللي قبلها يعني عم نرجع لموسم 2010 2011 كل بطل العشر ابطال صارت معهم كل سنة فالبكس هم الحالة الاستثنائية مش الطبيعية ماشي التاريخ مع السنس مع الجهة انه اوكي انتو فريق رائع بس في تاريخ مش مع السنس وإيش هو شغل ان احنا منعرفها بالنبي اي انه بالعادة لما انت بدك تربح بطولة لازم يكون عندك واحد توب تن بالدوري لاعب توب تن بالدوري ولو ترجع لآخر 30 بطل ل92 يدويس طلعت عليها ماشي ل92 27 من الثلاثين بطل كان عندهم لاعب توب تن يونس لبرون كواي ستيف ديرك كوبي ويد دونكن شاك ام جي وحكيم في ثلاث فرق ما كان عندهم برأي بسير أحذر اللي ش اسمه البستنز البستنز 100% 2004 اوكي وهو واحد توب تن بهذاك الموسم بهذاك الموسم طبعا 100% السبيرز 100% اللي فاضع ميامي ايو 2014 صح مان بعرف مين كمان البوستن سيلتيكس 2008 بوستن سيلتيكس 2008 كان عندهم غارنت top 10 top 5 top 1 حتى دفاعيا ما بعرف إذا هجوميا ما بعرف إذا بيرس بحطكم top 10 بس على الحفة على الحفة ماشي بس الإشي اللي كان موجود بهدول ثلاث فرق إنه حتى لو ما عندهم top 10 تل العلم للتوضيح لما أنا أحكي ما عندك top 10 مش معناته ما عندك نجوم عندك نجوم بس ما عندك هذا النجم السوبر دوبر فمتعلي فمشانيك بحكي لك ممكن السلتيكس ندخلهم ممكن لا بس الـ 2014 سبيرز لا دونكين كان طالع من عزو كواي لسه ما كان خاشش عزو توني باركر كان الهداف تبعهم وتوني باركر مع كل احترامات إليهم مش top 10 والـ 2004 بدناش نحكي فيهم حتى هدول البستنز لأنه هدول جد كتير بعيد كان أي لاعب فيهم يكون top 10 فش top 20 فش top 20 بس هدول الفرق كلها دايما عندها هيك balance خرافي تجانس خرافي وعندهم عمق وكل واحد فيهم بعرف شو بيعمل وبيقدروا يغيروا طريقة لعبهم حسب الخصم بيقدروا يعطوك شوية زون بيقدروا يعطوك شوية وان وان بعملوا كل شي كتير منيح والـ suns هيك الـ suns من هذا النوع بس بهاي السنة اللي انت شايفها وانا متأكد انك تتفق معي اللي نحن شايفينها كتير مفتوحة للكل هاي السنة مفتوحة ما في عندك واحد بيقدر يدمر الدنيا اكتر من التاني فرصتهم فرصتهم ما بتعمل trade بس عشان تعزز صفوفك بس شوية زيادة لما توصل حسب trade حسب اقول لك ليش عشان نظريتك حلوة بس ديفن بوكر مش بعيد عن مستوى top 10 صح صح كريس بول ما هيكون top 10 ما رح يرفع مستوى ممتاز كريس بول بس ديفن بوكر ممكن تجي playoff run يدخل top 10 مية بالمية مية بالمية وانا معك انه حسب trade فسؤالي لقى لك هلا ايش نقطة ضعف او هي مش نقطة ضعف بس ايش النقطة اللي بتقدر ايش الشغلة اللي بتقدر تعززها هلا مع السنز اللي بترفعهم كمان شوية بس لانه كان عندهم مشكلة السنترز سنة الماضية تزبطوها مع مجي دافع على مع مجي ومع بسمح بيونبو جابوا احجام جابوا احجام انه حطوها فوق يان قدام يانس بسرط يشمطوا يانس مليون فاول طيب غيره ما بعرف صراحة الباك اوب قاردز والتهديف من كامبين ها هي هاي بالزبط انت جبت اسم زفية حسن انا بتطلع على اوبشنز بس كامبين مش كباك اوب يعني بالعكس اعمل اكمل مباراة كبيرة السن الماضي بالمباراة ما عنده استمرارية وما بعرف اذا ما اعطيه ثقة اني انا خلاص يعني ممكن يفوزوا البطول بدون ما يغيروا اشي عراسي وعيني بس بفضل يكون في واحد بس واحد زيادة اللي بسموه بتعرف المايكرويف اللي يدخل من البنش لما انا احتاج بوكت اشي هيك بس يدخل يعطيني اكمل بوكت بمباراة الصعبة شو رأيك ننتقل هلا على لعبتنا وعرض عليك اكمل نبدأ بس بما انه عم نجي بصير تس ماشي طيب انا هلا عم بحكي معك انت الروكت رينج رينج انا فرتيدة انت انت تلمن فرتيدة فرتيدة يا صديقي كيفك بدي ايريك جوردن مين انت اول شي انا الفينيكس سانز اه انا شو اسمه جونز جونز لا صاحب الابراني اخي اخذ اكزكتي اخذ 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 نعرفه كيف يعني سينا جيمز جونز جيمز 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 انا جيمز جونز تمام رح اعرض عليك هدول اللعيب الفريد بيتن فرانك كامينسكي هدول التنين عقدهم بنتهي بعد اكمل شهر تخلص منهم داريو ساريش طايل له كمان سنة لا اوكي و جيلن سميث مع بطاقة جيلن سميث ضايل كمان سنتين وبطلع لك تمدد الولد عمره 21 سنة سير اعطيك البر 36 نمبر لانه مش عم بلعب كتير اعطيك البر 36 نمبر 17 14 ريباون تقريبا بلوكين فانا عم بعطيك قطعة صغيرة هو جيلن سميث اساس كل اشي مع بطاقة طبعا رح تكون متأخرة بس ماشي انا عم بعطيك هدول التنين عم باخد منك اريك جوردن اللي اصلا ما عم بفيدك و انت بصراحة يعني عم بيجيك واحد كان تنتبك بال2020 تقدر تلعبه جنب الپن شنغن انت عم تلعب للمستقبل اصلا حطه هناك حط الپن شنغن يلعب سنتر تدخل جيلن جرين تدخل كيفن بورتر جونيور كل هالامور هاي بصفي حتى كريستين وود تقدر تتخلص منه اذا بدك وكريستين وود بيجيب لك كمان اول اشي اريد اقول shut up and listen if we're gonna do this trade we will do it because i want to do it اخي ما بيعرف هاد اسم كتاب تل من فرتيت shut up and listen شكلي الشاب وردي شوف صراحة انت كتير انا مش فاهم اشتبتك تسويها انا بعملها كروكيتس بس يعني داريو سارج انا بحبه كتير داريو سارج ما رح يلعب هاد الموسم اه اوكي داريو سارج مش راجع هاد الموسم مش شكله راجع من اللي عم بقرأ و بسمعه ما رح يلعب فما رح يفيدك اوكي سو انا بحكي عن كامينسكي كامينسكي الفريد بيتن وجيلن سميث اه صار عندك هلا اتنين باك اوب بيكز بعملها اوكي محل ورائتك done call it in call it to the league حبيت اتفقنا كنت مجهزك كمان تنتين على فكرة او كمان كمان two trades نفس الفكرة بالزبط نفس اللاعيبة نفس الباكيج لو قلتلي لا كرارينت كمان تليفون تليفون اللي بعده كنت رحارين ع بورتلند احكي لهم اسمه وعطوني نورمان باول نفس التريد بالزبط بس اعطوني ستور من نورمان نورمان باول ضايله 4 سنين عقده لانه هلا وقع التمديد اسمه احسن كتير نورمان باول من جوردن جميل هلا جوردن لعيب دفاع اكتر من نورمان باول بس انت افروض كان اول تليفون لك انت كسانز اول تليفون لك للبليزرز ممكن شنجيب نورمان باول في نورمان باول بس 4 سنين عم بتوقع عليه شوي اصعب يعني المصاري وهيك ما بعرف اذا بدك تزد كمان لاعب ولا اشي التليفون اللي بعده لو حكيتلي لا عهاي كنت محضرلك تليفون على انديانا بل كاريس لفيرت نمسي الفكرة بالزبط مش هو كان عندهم شوي مش اجل الفترة عندهم ولا لا لا كاريس لفيرت راح اهيوستن مش حتى راح اهيوستن كان دخلوا بالتريد هذا اه ما هو هاد هي اه صارت عجقة بس ما لعب معه اه المهم انا اللي عم بحاول اساويه مع السنز اني ازيد واحد يلعب off the bench يسجل ويكون مدافع كويس ويحط لي الثلاثيات بدون ما اخرى اخلص من الكور تبعي بس هل هي كول اتفقنا وصلنا ل بزنس طيب دورا كرين علي تليفون طيب انا اليوم انا بالينكا روب بالينكا تبع لیکرز طيب عم بعمل تليفونها كتير اليوم انا شغال روب بالينكا عم بحكي مع كل الليك طيب عم بحكي معك انت هلأ فارتيتا انا تلمن فارتيتا انت فارتيتا عارف التريد جون وال تلمن 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 my boy تلمن I loved your book I love your book and I I love it I love it great book great insight I won't be long Russell Westbrook for John Wall straight up you get the superstar اللعيب الاصغار رح يبادل كل حدا رح يعمل دراما رح يعمل لي ما رح يكون مبسوط اصلا نحنا انا وراس مش اصحاب انا كتلمن وراس مش اصحاب من اخر مرة كان هو هون طيب صح طيب صح طيب سكر خلط طيب طيب عندي كمان مكالمة من بالينكا انا بعد بالينكا اه بعد بالينكا اوكي اوكي نحن هلأ وصلنا اخر دقيقة بالافتراضية اخر دقيقة انه خلص يا ايه لا يا ايه لا وانت هلأ ديرل موري ديرل ديرل هذا بن سيمينز علقة انت يستك ويو خلص عندك جوال انبيل لازم تحرك لا ولا صفقة زلطت معك ساكر خط ساكر خط انا عم بعطيك عم بعطيك لاعب تريبل دبل قصر واسبوك انت على الاقل على الاقل ما رح يخاف انه يسدد بس هاي المشكلة بدي شي يسدد ما بدي يسدد بد ديرل ديرل انت رجل احصائيات احصائيات ليكست لحظة لا أتسكر أسرا احصائيات متقدمة احصائيات احصائيات متقدمة وметتحب راس واسبوك تكره راس واسبوك ولكن قدم شو ما كانت احصائيات رس واسبوك بظلم اكثر من السفر ديرل السفر أنت هلا عم تحصل فأنا مش خبير رياضيات بس أظن أرقام ويسبروك أعلى من السفر فأنت من ناحية إحصائيات وإحتماليات أنت حترفع إحتمالية أنه أنت تفوزه بالبطولة ما رح تغير رأي أعطيك السبب المنطقي الواقعي غير شغلة أنه جد ما رح يزبط مش شايف التركيبة زابطة معك حق أنه سفر أحسن من ولا إشي بس المشكلة وين إذا أنا تركت سيمينز عندي بالصيف بقدر أتاجر فيه لأنه موقع معي لكمان أربع سنين وأنا بدي أفكر شوي بالمستقبل اللي شوي بعيد عراسي يعني عم بضيع سنة خرافية من انبيد بس انبيد لسه موقع معي للألفين وستة وعشرين ولا اللي هو فلا رس شو رح أسوي برس بالصيف ويقعد معي كمان السنة جاي عم من دفع لخمسين مليون ولا خمسة واربعين مليون شو أعمل فيه طيب ماشي ماشي طيب برجع أفكر بحلول أعطيك أنا طيب أنا بلينكا هلأرجال على المكتب عم بفكر بحلول تاني كملت هلأ طيب أنا رح أخد دور بلينكا إذا هيك وهاي اسمع هاي صفقة بصراحة واحد من متابعينا سألني قبل ثلاث أسابيع قال لي شو رأيك بهاي الصفقة أعطاني رأيه على السريع قال لي نقشوها بهذه الحلقة تبعدكم قال لي أوكي بس الحلقة مطولة لسه بدأ أكمل أسبوع كل أسبوع ببعت لي تذكير إنه لا تنسى عن هذا التريد هل هو ما أعطاني التريد كامل هو أعطاني الفكرة رحت أنا بحبشت واتطلعت على التريد ماشي أنا روب بلينكا أنا عمبرين عليك أنت ليون روز نيويورك نيكس مرحبا ليون كيف حالك هلا هلا what's up أنت قبل شوي كنت عم تسمع معي بودكاست مان تمان سمعت دويس لما بيقول لك إنه مادسين كسوير جاردن بحتاجه نجم شو رأيك شو رأيك شو رأيك أعطيك رسل وستبروك انت تعطيني كامبا ووكر ديريك روز وأفن فورني ديريك روز نحن 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 بس ديريك روز عم باخد وقت الصغار اللي عندكو يا أخي عم بلعب محل كام ردش اللي انتو يا حبايبي أعطيتو الهوكس بيك أعطيتوهم بطاقة عشان تجيبوه ما عم بلعب في عندك كونتين جرايمز في حركات حلوة في اشي عم بسير إمانيوال كويكلي عم بشوف الملعب المسكين هللي عم بشوفه لأنه روز مصاب يعني في عندكو أكمل واحد صغير هون هناك بتكو تشوفوا شو بيطلع منهم وأنا رأعطيك النجم اللي لوفهم أو هيتهم بخلق ضجة دايما بمادسن سكوير جاردن عالقليلة رح يرجع حماس الجمهور شوف I'll tell you why أحكي لك ليش we cannot accept this deal بللي تبز بن جن تبز بن جن كم تبز راسل ويسبروك الدفاع مستحيل صح صح بدي كوش جديد كمان حط كوش مع الصفقة مستحيل أوكي أوكي مقبولة مقبولة حاولت 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 محاولة جيدة طيب فكرت لك باشي ولا أعطيك أنا واحدة تالية أنا عندي عندي ضغوانة واحدة بس يلا بلينكا أنا كمان مرة في نمط الحق عم بظل يحاول عم بحاول أنا متأكد هيك عم بصير بالحياة هلأ عم بحكي من هنا بالتليفون انت ديفيد جريفين بلينكا بلينكا بلينك رينك هلو ديف ما مان ديف واتساب واتساب ديف 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 دريبل دبل أنا أعطيك ديف 과 لابل مضمونة كل لي الجمهور سيكيف عليها محلمين بس بدي واحد يرجع لا يرجع لعنده يرجع لعدي بدي براندن انجرام اكيد لا احكي لك ليش اسمع المشكلة لا اظن حتى بتقدر تسويها ببراندن انجرام لحاله يا الله سنة سنة لا اظن تقدر اظن بدك براندن انجرام وكمان ثلاثة لا 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 براندن انجرام هلا رح اشوف لك براندن انجرام وانت عم تحكيلي على الليكلز براندن انجرام 29 مليون رس وستبروك 44 مليون يعني لازم كمان اعود كمان 18 مليون 15 مليون اشي هيك لانه في عندك هذا فلازم ازدتلك فوق براندن انجرام لازم ازدتلك يا جوش هارت يا ديفونتي جرام يا زايون اسمع جوش هارت بسيكلي رجع فريقنا قبل سنتين بس هارت اعطيك آنفين ديفس بعطيك رسل واسم لا لا مش ساعة لا السلام بلينكا سكر ياخي اسمع بلينكا اسمع انتو نادي ساقط صراحة حيسكروكم النادي اصلا ولكن انت نادي ساقط تحكي عني نادي ساقط لا لا محاولات فاشلة من رب بلينكا عندي كمان 2 trades سريعين اوكي قول عمبرين عليك انا ارتوراس كاسونو ميرفوباس طبع البولز انت مين طبع الديترويد بستنز هلا كان جو دومارز بقى سلساته خلق قول انه جو دومارز بستن طيب ماشي حتى نفترض من جو دومارز خلق قول من الباد بوي بستنز ماشي انا عمبرين عليك وعم بحكي لك يا جو دومارز شو رأيك تعطيني جيرامي جرانت اوكي وانا بعطيك ديريك جونز جونيورز و باتريك وليامز كم ديريك جونز جونيورز كم ديريك جونز جونيورز هذه السنة بصير فري ايجنت بات وليامز ضايل له اظن سنتين و بات وليامز مصاب انه كان روكي بس بتقدر تمدده لانه روكي سكيل و بات وليامز مصاب مصاب لاخر الموصن والله حلوي التانك يس دويت نايت حلو كنت محضر لك كمان باك اوبس نفس الفكرة لو ما زبطت مع التيترويد بستنز انا عجبتني للبلز بصراحة هي للبلز بالزبط و للبستنز يعني عم بستفيدوا من واحد صغير اللي هو بات وليامز و هيك هيك هم بالتانك هلا مش عم بستفيدوا من اشي تاني بيجيبوا بروسبكت يعني و ديريك جونز جونيور بعد الموسم سلام سلام اذا ما بدك يا ما بتوقع سيك بيصير ستارتينج فايف تبعهم او بصير بدي يكون بنش بلاير عادي او باخد محل واحد من الستارتز بحسب شو عم بيصير معهم تقدرش تحطو لا عندك مش ديروزين و زاك لفين و عندك بول و كروسو مهمين للدفاع كروسو بنش و بوسوبيتش كروسو بنش او ممكن او حط محل كروسو كروسو هلا بنش اصلا لا كان اساسي نه لا لا كروسو كان بنش بدخل من البنش دايما شفت للمباريات كان اساسي بيكون لفين او دمار مصاب بس هم لا كانوا هم باربعة لا ايه اخي اليكس كروسو هذا الموسم لعب 28 مباراة مع البولز 9 منهم بس اساسي اه اوكي فيعني انت عم تحكي انه عم تلعب stretch 4 مع شو اسمه مع جرامي جرانت بس شوف هم يبلشوا صار starter بعدين امتالي فانه لاحظوا انه كل ما لاعبوه كان افضل الفلس ماني ستبعوه بعين صار starter بعدين امتالي فانا بتوقع هلا احسن اختشكيل انهم لو كل حدا ما في اصابات بيكون كروسو starter عكل حال بس انه بتزبط حطوا واحد بنش واحد starter ربعي لازم جرامي جرانت ستارت عشان ما يزعل اذا ما ضبطت كنت راح اخذ نفس ال package اللي هو بات وليامز و ديريك جونز جونيور ارن تليفون على ساكرمانتو اعطوني هاريسون بارنز اذا ما ضبطت هاي كنت راح ارن على هيوستن احكي لهم اعطوني كريستين وود و اذا هاي ما ضبطت كنت راح ارن على بورتلند واحكي لهم اعطوني روبرت كوفينغتون او يوسف نوركتش هلا هدول التنين العلم فيه شغلة بس معلومة البورتلند تريل بليزرز لازم يقرروا شو بدهم يعملوا لانو البورتلند تريل بليزرز حاليا كابت اوت شو معناته هادا الحكي اللاعبين هدول بربحوا تقريبا 12 مليون كل واحد ورح ينتهي عقدهم بعد نهاية هذا الموسم ما بيقدروا يوقعوا حدا اذا راحوا كفري ايجنت لانو ما عندهم كاب سبيس هلت علي؟ فاذا بدهم يخبوهم لازم يوقعوهم لعقود جديدة وبعدين يعملوا تريد او ساين ان تريد ماشي؟ فاذا قرروا هدول تنين وخلص راح نترك بيخسروهم عالفاضي ما عندهم حتى وسع تحت سكف الرواتب يجيبوا حدا محلهم فاخلصوا منهم هلا جيبوا حدا يميد معكو للسنة الجاي ومشان هيك كنت راح ارن وحكي لك طيب اخر اخر تريد يا دويس يلا انت الكليبرز امم 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 جيري وست يعني لا انا مصاي و جيري بدي منك اباكا جستيس وينسلو ونيك باتوم بدي اعطيك قوران دراجتش بدك اقنعك هات اقنعك لاحة لاحة انا بحب دراجتش دراجتش راح يعطيك البوينت جارد اللي انت محتاجه اباكا مش عم بلعب اصلا بطل بالروتيشن يعني صفة احتياطي ما عم بلعب كتير براندن بوستن وامير كوفي والجماعة هدول عم باخدوا الدقائق اتبعونه عيزيا هارتنستاين وبعر شمين وعقده بنتهي وينسلو ماشي جبته انت اخدته كتستران ما عم بعطيك اشي كتير ملفت للانتباه وباتوم تقدر توزع دقائق وعناس تانين كما تعالي انا بالنسبة لي كما سايق جيري باتوم وينسلو بزبطوا مع التجربة الجنونية اللي عم بعملها نيك نيرس هذا كل حدا طوله 6-9 أو 6-8 أو 6-7 وكل حدا وكل هالأمور هاي ونقطة الضعف الكبيرة اللي هي جوه كسنتر بحلها اباكا لما منحتاج ابيج مان وبيقدر يشوت وزي ما انت حكيت برجع لأرضه برجع لمدينته متردد على باتوم الباقي قابل فيهم بس باتوم اثبت لوميته بالبلي اوفس السنة الماضي بصراح بصراح اعطيني لوك كنارد محله لا لوك كنارد هلأ كمان عم بيبدأ زون فاير حاولت أساعدك يا أخي بس انتكش عنيد انت عنيد لا ممكن أعملها ممكن أعملها في جانس جميل جميل الحكي يوم طلع الخسران الأكبر عنا بلعبة trades روبا لينكا روبا لينكا طيب سوق الكريبتو يا دويس سوق الكريبتو اسمع أبلش انت أبلش أنا طيب أنا عندي عملة وحدة طالعة اعطيني الطالعة عشان أنا ردا على تبعتك حيلو وخلي اللي بالي اللي أنا شايفه خلي جالة آخر واحد طيب أنا رأعطيك العملة الطالعة جوش قيدي هذا الموسم مسجل 511 نقطة 334 ريبوند و 268 أسست ثاني أصغر لاعب التاريخ الأنبياء بوصل 500 250 250 بمسيرته بعمر 19 سنة و 113 يوم واو تعرف مين الأصغر لبرون جيمز بعمر 19 و 31 سنة سامع فيه سامع فيه آه معروف معروف هذا فجوش قيدي يا أخي أول راوندر بعمل كل شيء عن ملعب حلو لعبه أنا مبسوط لأوكي سي لأنه عندهم بصراحة عندهم شيء وعندهم قيدي هلا بيقدر يزيدوها على هات هات اللي رح يطلعوا نجوم أو رح يطلعوا لعيبة بصح بالأنبياء فساهم طالع جوش قيدي ساهم نازل عندي ما بعرف إذا بدي أحط كام ردش أو بدي أحط تبدو أو بدي أحط جي أم ليون روز بس ممكن خلطة بين الثلاثة كام ردش من لما راه على من لما تقل من الهوكس للنيكس تسع مباريات لعب من النيكس رح عليه أربع لأنه كان مصاب أول ما وصل بالخمسة التانيين لعب بس بثلاثة لعب عشرين دقيقة إجمالي بالتلاث مباريات هدول خمسة عشر من العشرين دقيقة هدول لعبهم بالقاربج تايم تيبز ما عم بلعب ما بدو ما بدو بيقول لك كل حدا لازم يستحق الدقائق وكل هالأمور هاي مش فهمها المشكلة وين يا أخي إنه النيكس برجع بعيد إشي حكيته قبل شوي أعطروا الهوكس درافت بيك عشان كاميرا ديش شكله ما حدا حاكي مع تيبز ما حدا سائل رأيه غريب كتير غريب كتير مش فهمها شو عم بيزوي مش فاقول هذا هاي العملة النازلة اللي هي ما بعرف زي هي كاميرا ديش الحرام الحق مش عليه مع إنه بالمباراة الوحيدة اللي يدخلوا لعب عشر دقائق لأنه في مبارايتين لعب خمس دقائق شو عشر دقائق ما بتلحق حمي شو عشر دقائق بالعشر دقائق شات ست مرات ما أعطى ولا فاز كل ما تيجي الطابة كان يشوت طيب أعطيك عملتي النازلة الثانية آه طيب أعطيني أنا شفتها وبيدي أقلب الطاولة هسا عليك ما رح تقدر تقلب الطاولة لأنه الإشي اللي أنا عم بحكيه حقائق جامورانت أخذ لك بس مش هو مش جامورانت العملة النازلة تسديده للرميات الحرة بوقت الكلتش فقط وهاي كلها طلعت أمتى للشغلة عشان أبكي على الفري ثرو بهديك القوم طيب ماشي بس مين جاء بال أوكي مين بس أنا ما عم بحكي عن هو بالكلتش ارجع اسمعني عم بحكي تسديده للرميات الحرة بالكلتش ولما فكح هديك الفري ثرو اتذكرت أنه مش أول مرة بيعملها كان في مباراة ضد الليكرز وطلع صرح بعديها أنه it makes you stronger وكل هالأمور هاي بحبيت أبحبش شوي أشوف إذا أنا عم بتخيل أنه هو هاي بتصير معه كتير ولا لا هلأ جاء يا سيد العزيز نسبة التزديد تبعته من خط الرميات الحرة هذا الموسم 76% ماشي بس بالكلتش بتغير هذا الحكي وفي ويبسايت كتير حلو اسمه وإنبريدكتابل وإنبريدكتابل حلاوته أنه بيقسم لك التسجيل حسب شو المباراة أو شو عم بيصير بالمباراة فعندك اللي بيسموه اللي هو الفرق كبير هدول التسديدات ما عم بتأثر عندك اللي هو العادي النورمل عندك اللي بيسموه الكلتش هلأ بالقاربتش تايم 76.9% نسبة جامورانت من الرميات الحرة بالنورمل 77.5 بالكلتش اللي هو بيسموه التسديدات اللي تأثيرها على نسب الربح أعلى من المعدل فهم هاد الديفنيشن تبعهم أنه إشي رح يساهم للفوز 74.1 فأوطى شوي من معدله بس مش بكتير بس حلاوة إنبريدكتبل أنه عندهم إشي اسمو كلتش سكوير كلتش سكوير التسديدات اللي بتأثر على الربح أو الخسارة دايريكتلي أنه هاي التسديدة ربحتنا هاي التسديدة خسرتنا فمتعلي فأنت عم تحكي عن آخر ثواني الفرق نقطة نقطتين الفريق الفريق متقدم من نقطة متعدلين هالأمور هاي بالتسديد هدول أو بالتسديدات هدول عفوا من الرميات الحرة لجا مورانت بالكلتش سكوير تنزل نسبة التسديد ل57.1 فها مش أنا اللي عم بتخيله صايرة جا مورانت وممكن يكون لأنه تعبان أو عم ببذل كل الجهد أو كل هالأمور هاي قد ما بنمدحه وأنا كتير بحب جا وانت بتعرف الحكي بس بصراحة هاي الشغلة لازم نذكرها فعملة نازلة بتسديدات الرميات الحرة بالكلتش طيب لا أتفق ما بتبعف هدول إحصائيات ما في ما في أتفق مدرب أصغر جنرل مانجر مدير أعمال وتاني أصغر فريق من ناحية العمر معدل عمرهم 24 سنة فقط ولكن عندهم ثالث أحسن سجل بالدوري ولعبين خامس أصعب جدوى المباريات لحد الآن يعني أداء خرافي خلينا ندخل على ملكهم جا مورانت جا مورانت خلال شهر واحد 28.7 يعني تقريبا 29 نقطة بالمباراة 6.5 ريباونت و 7 أسست هلو أرقام لبران جيمز يعني تقريبا 29 نقطة 7.7 نسبة تسديد 50.30.75 جا مورانت عنده 13 مباراة مسجل فيها فوق العشرين اسمحي الحصائي بالله انت حتاج بك عنده 13 مباراة مسجل فيها فوق العشرين نقطة بالبينت طيب هاي تعدى راسل ويستبروك ب2019 2020 ودوين ويد من 2006 كأكتر بيسجلوا فوق العشرين نقطة بالبينت خلال الموسم والعلم هو المتصدر بالبينت هذا الموسم point into the paint هو المتصدر خير فجاء عم بيكسر الدنيا وآخر واحد من المنفس اللي عملي طالع أنا بس عم بطبل للمنفس جارد جاكسون جونيور عنده 50 بلوك بشهر واحد 50 هذا تعريف بلوك بارتي بلوك بارتي حاسك أخدتها شخصي أخدتها شخصي أخدتها شخصي ليش أخدتها شخصي هيك ما بسي نركز على الإشي الوحيد لهذا لا بالعكس نحطه نحطه عملي نازلي نحطه عملي نازلي أنا ما حكيت هو عملي نازلي حكيت تسديده بالهاد وبالعكس يا أخي تعرف أنه لازم تركز على هيك أشياء عشان لما يحل هدول المشاكل بظل يرفع ويرفع يرفع من مستوى العظماء صح أكتر لعيبة NBA بالتاريخ ناجحين برقصوا على شغلة بيعرفوا أنه أوكي أنا كل إشي تمام بس أنا زعلان أنه هاي الشغلة ما عم بتصير صح وحقنا وواجبنا كمان كمشجرين جا مورانت كجيش جا جا عيني عليك أنه نحكي أنه جا لازم يحل هاي المشكلة عشان إذا حلها يعني تخير صحيح ولكن كان فوض نحلها أخوية ما منحطها في الهوى أنت يشقصك أنه مستمعين مستمعين مش إخواننا هل عمتين مستمعين كمان دويس دالك تحفر حفرة لحالك يا حبيبي خلص تقبل نحنا هون أصحاب كلنا مع بعض أنا وياك وجيش من تمان هاي صراحة جاكي فيها ماشي طيب اسمع رح ننهي حلقة بوحش الأسبوع خليني أنا أحكي هلا فضل لأنه لازم 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 أنت تطبلت يجي دورك وراح دورك دوري هلا أطبل ماشي لو تطلع على آخر سبعة أيام الأسبوع الماضي بالأم بيئي وتطلع على المتصدرين بالتهديف ماشي عندك الأول كالي أوبري جونير المسجل تسعة وثلاثين مكتب مباراة بعدين ما رجع ليه بولا مباراة تانية وظل معلق على تسعة وثلاثين زدت وحطه على جنب بعدين عندك جامورانت آخر سبعة أيام خمسة وثلاثين ونص ستة وستة بس زي ما حكيت لك خسر فريقه مباراة بهالحركة المسكين لو حطها كان فازه يعني عبلاطة وبصراحة طالع وحش الأسبوع مليون مرة فراح نحطه كمان عجل بعدين عندك ديفن بوكر أربعة وثلاثين نقطة ستة ريباند أربعة أسست فاز كل مباراة بس قبل أسبوعين كان وحش الأسبوع وبعدين رقم أربعة هو رقم ثلاثة إذا بدنا نحكي لأنه أوبري ما لعب غير مباراة واحدة رقم ثلاثة بالتهديف هذا الأسبوع قدام يانس قدام جوال أمبيد قدام ستيف كري وحش الأسبوع هذا الأسبوع جاري ماذا فاكن ترنت جونيور جاري ترنت جونيور يا أخي لعبوا الرافترز أربعة مباريات كلهم صيبين لعبوا ضد البولز ضد الهيت مارتين وضد الهوكس أول مباراة لعبوها ضد البولز خسروها بعدين غالبوا الهيت بالتريبل أوفر تايم حضرتها التريبل أوفر تايم هاي حضرت أوفر تايم بس اسمع حرم أنا ما بعرف كيف نيك نيرس ما بنجلس 17 مرة كتير بضحك نيك نيرس طال ينجلت يا زي مغضل عم بصيبوا عم بصيبوا سيجرز ومش قادر يتنفس ديع ركبوا انه خلص خلصوني من شاء الله خمس لعيبة من فريق واحد لعبوا فوق الخمسين دقيقة ما عمرها صارت بتاريخ الانبيئي نيك نيرس خش على البلاي اوفس بعدين غلبوا الهوكس انهوا الوين ستريك تبع الهوكس بعدين رجعوا لعبوا مبارح ضد الهيت كمان مرة ورجعوا غلبوا الهيت وقالي ترنت جونيور هالأسبوع معدله 32 نقطة 6.5 ثلاثيات بتسديد بنسبة تسديد من بر القوس 50% آخر خمس مبارايات تقلو 32 نقطة 32 نقطة 33 نقطة 31 نقطة 33 نقطة هاي السنة معدله 18.2 طبعا كارير هاي والزلمة يعني جزء كتير 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 مهم من اللي عم بيعملوا الرابترز والرابترز فايزين 4 من آخر 5 لأنه بدافع بس أهم من هيك بسدد وبسدد بجرأة يا زلمة ما بعرف من وين جايك آه وعنده هيت شك آه بتذكر عنده هيت شك العادة العادة وانت عم تلعب مع سكوتي وانت عم تلعب مع سياكم وانت عم تلعب مع بريشيس هدول ما بتخاف منهم على البرمتر فعندك تنين بعرف ويسددوا ثلاثة ازا اوجي على الملعب غاري ترنت واحد منهم فهذا الأسبوع بحياته ما أظن رح يرجع يطلع وحش الأسبوع بس هذا الأسبوع رح أعطي إياها وبيدي أنهيها بمعلومة صغيرة تعرف أنه أبو غاري ترنت جونيور كان يلعب الأنبياء صح؟ كان بروزر وحش حكينا عنه مرة صار التريد بنفس اليوم اللي صار التريد تبع أبو من نفس الفريق اللي يقول بريزرز در رابت بكل مسيرته لعب مليون سنة بالأنبياء تسع سنين إذا أنا مش غلطان لعب خمسمية وست مباريات بالأنبياء سجل تلاتين وفوق مرتين ابنه بأسبوع بأسبوع مش بس دوبل دوبل وزاد عليهم مباراة خامسة كمان فوحش الأسبوع كاري ترنت جونيور وبس أنهيت موشي لك ياها موشي لك ياها شاء الله عجبتكم حلقة اليوم لا تنسوا تتابعونا مواقع التواصل الاجتماعي at m2m underscore pod وتابعوا حسابات studio جمهور at studio جمهور يلا سلام يلا سلام موسيقى اشتركوا في القناة